كما صرح وزير الخارجية الصحراوية على أن خيار المواجهة المسلحة والحرب ما زال مطروحاً إذا لم يتم تسجيل تقدم ملموس في عملية السلام في الصحرائي أو في الصحرائي الغربية أحمد ما ثانية ثانية عندما نتأكد أن كل الأمال تبخرت في أن تتخذ الأمم المتحدة مسؤولياتها لتمكين شعبنا من حقوقه ثابتة عند ذلك لا شك أن الحرب وهي كلمة ثقيلة لها معاني عميقة ستأتي قبل المغرب قبل مجلس الأمن أو رفض لأن ذلك هو خيار الشعب الصحراوي ومن حقه أن يدافع عن حريته وعن سيادته وعن كرامته بمختلف الأشكال ومختلف الأساليب بما فيها حرب التحرير الوطني واستمرارها حتى يختلف نعود إليك أستاذ دبش فالي مناقشة هذا الموضوع موضوع صحراء الغربية الذي لا زال يطرح على المستوى الدولي إذن المغرب لا زالت متشبثة بقرار أن صحراء الغربية تبع للمغرب وكذا رأينا أنه هناك أو تواجدت هناك في تونس خلال الملتقى التي نظم هناك منوشات بين طرف الجزائري والمغربي قلت لي في الكواليس أن المغرب قد قدم مع خارطة تثبت بأن صحراء الغربية تبع إلى المغرب إلى أي حد ستصل المغرب؟ المغرب دائما يتسطر تحت جمعيات يموّلها وتستفز الجزائريين وهذا ما حدث في تونس استفزت الجزائريين أنه كيف نحن في لقاء من أجل السلم والاحترام السيادة الدول واحترام حق الشعوب في تقليل مصيرها المؤتمر في اللقاء في ذاته في تونس قايم على حقوق فريسيان وحق الشعوب فإذا به يأتي عناصر من أجل حتى الإشارة ببعض المناطق كانت تابعة إلى المغرب مثل تندوف وغيرها فبالطبع استفز الجزائريين لكن يبدو أن الإعلام العالمي والمغربي بالذات ضخم الحادث وعطاه صورة أخرى أن الجزائري مأسف العنف وهذه أكذوبة أنا كنت حاضر ما فيه لا عنف ولا شيء ما عدا طبعا عمل شبعه بنازم ينزعج عندما يشوف بلدو تمست سيادتها أو أن الحوار خرج عن القانون الأساسي قايم على احترام الشعوب واحترام المبدأ في ذاته اللقائم على المهرجات المنتدى العالمي الاجتماعي لأنه كان قايم على حق الشعوب في تقليل مصيرها فإذا به تتبع على ناصر ترفض هذا المبدأ فالشباب قال يجب أن ننسجم وراء هذه المبادئ ولا نخرج عليها وهنا حدث منوشة للأسف الشجيد جدا أن الإعلام الفرنسي والإعلام المغربي عندما المغاربة قاموا بأشياء أخطر من هذه في لقاء حول النساء في المهرجات المنتدى العالمي للشباب ولكن ولا واحد تعرض له يعني يشوف الإعلام حتى الإعلام يستعمل السياسة ويعامل الكيل بميكيانين نعم هناك تواطئ بين فرنسا والمغرب من أجل درب استقرار الجزائر ربما اليوم يريدون تشويح صورة الجزائر ويقولون أن الجزائريين ليس لديهم لغة حوار أنا كنت هناك وأنا كنت نحاور ستتصورني واحد كما يعمل العلم فأنا أستاذ فلا أعتقدش هذه ما نتحاوره نتلقاه حتى مع مغاربة تلقينا مع زملاء مغاربة وتحاورنا معهم وكل واحد عنده رأيه مناقض رأيه لكن يبدو لي أن الإعلام المغربي والإعلام الفرنسي هو اللي يضخم هذا الحدث لأهداف السياسية ولا علاقها بما حدث في تونس بالنسبة للصحراء الغربية والوضع السائد اليوم ربما فرنسا اليوم أو المغرب اليوم تتكل على فرنسا من أجل دعمها وأيضا إنهاء هذه القضية وتصبح الصحراء الغربية تبعا لها المغرب أستاذ بيليل تعرف تصريح السيد وزير الخارجي الصحراء الغربية واضح أن الاتحاد الفريقي مصمم على أن تصفية الاستعمال الفريقي يجب ويتم ويتم بسرعة لما نتكلم عن الاتحاد الفريقي نتكلم عن دول 54 دولة ولما نتكلم عن الاتحاد الفريقي نتكلم عنها سوف يجسدون هذه السياسة من خلال آليات علاقة ثنائية وقد بدأوا سنة الماضية بتعيين رئيس الزنبابو السابق عينوه مزمبيق السابق عينوه مكلف في ملف قضية الصحراء الغربية فيه جمهورية العربية الصحراء إذن الاتحاد الفريقي مشخص والأمام علىها سوف يستعمل آليات سياسية والآن يتقدم الدبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن وخاصة الاتحاد الأوروبي وخاصة الولايات المتحدة لتفعيل حق الاستفتاء وحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيري من أجل الاستقلال لأن الممتحدة تستعمل هذا المصطلح منذ سنتين تقول الاستقلال ما بقيتش تقول اختيارات كذا إذن يبدو لي أن هذا موضوع سياسة مغربية فاشل في محاولة مرة أخرى سياسة الهروب الأمام أنا لا أعتقد أبدا أن فرنسا سوف تكون لها دعم وثقة قوي للمغرب على غير ما كان سابقا فرنسا دخلت في اتفاقية اقتصادية وفي علاقات من غير مصالح أخرى في أفريقيا تتجاوز التعامل مع المغرب ولهذا لن تكون فرنسا بالقوة الكبيرة لكانت دعم كبير للمغرب على غير ما كانت عليه سابقا هذا لا يعني أن فرنسا سوف تتخلى عن سلوك التقليدي مع المغرب لكن نقول مثلا الرئيس الفرنسي ورئيس الوزارة الفرنسي في عدة محطات يستعملون مصطلح مفاهيم عمرها ما كانت في المصطلح السياسي الفرنسي مثلا كان يقول الصحراء الآن الرئيس الفرنسي مباشرة تقول الصحراء الغربية معناها لما تقول الصحراء الغربية معناها هناك identity هناك هوية هناك محيط جغرافي استقلالية إذن مغرب هذا المصطلح ربما يقبل كل شيء بعد هذا المصطلح وقالها أمام البرلمان المغربي إذن يبدو أن الاتجاه في فرنسا واضح أنها تريد أن تتجه نحوها لأن فرنسا إذن لم يشهد شهاد يجاوز الزمن لأن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه بريطانيا تسير في الاتجاه الاتحاد الأوروبية السويد إذن إذا فرنسا بقعت بالأسل التقليدي يجاوز الزمن وتقصد كل الأوراق هل هناك إمكانية تدخل عسكري من طرف الصحراء الغربية من أجل انتزاع الحرية؟ أنا اعتقادي بأن الظرف في السنتين للأخيرتين هو لصالح المكاسب الدبلوماسية لحقتها الصحراء الغربية فشل ذريع للدبلوماسية المغربية ومكاسب قوية للصحراء الغربية والدليل مثلا نعطيك روس كان مرفوض من طرف المغرب الاستقبالي الآن المغرب يستقبل في روس مبعث الممتحدة ويتحاول معها وروس زار الصحة الغربية في مرتين في أقل من شهر إذن في الاتجاه الدبلوماسي يظرني هو الأقوى احتمال عمل عسكري ضعيف جدا ولا أعتقد أنهم في النهاية سيلجأون إلى الحل لكن الوزير الخارجية قال أكد نوعا ما التدخل العسكري والحرب كما قالها قبل قليل قال أن الحرب وهي كلمة ثقيلة هي الأولى الآيان من أجل انتزاع الحرية هو من حق الشعب الصحر الغربية لأنه يئس 40 سنة وما نقول ليس 40 سنة نقول من 1884 هو مستعمر من أسبانيا إلى أي من هذا أكثر من شعب 162 سنة إذن 180 سنة تقريب هو محتل إذن لابد لهم من حل وبالتالي السيد وزير الخارجي الجمهور العربية الصحرية هو يعكس إرادة شعب الصحر الغربية لأنه يئس شباب يريد الاستقلال وهنا على الأمم المتحدة أن تسمع لهذه الرسالة وأن تحتوي غضب الشباب وغضب شعب الصحر الغربية وتذهب لتجزيد مبدأ عادي جدا هو بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين هو تمكين المينوسو من مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إذا مكنت هذه معناها نحن نتجه نحو تفعيل الريفيراندوم لتفعيل فهلا لتفعيل لتفعيل لتفعيل